السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أولياء أمور أبنائنا اللي خلصوا السنة دي المرحلة لإعدادية نتهوا منها طبعاً كلنا عايزين نعرف من خلال برنامجنا اللي احنا فيه النهاردة في بيتنا مدرسة ايه التخصصات اللي موجودة في التعليم الفني التخصصات اللي موجودة في التعليم الفني تخصصات متعددة ممكن نلحق عليها أبنائنا ولو فكرنا ايه التخصص اللي أحسن من التاني هنلاقي ان كل تخصصات بالتعليم الفني مطلوبة في سوق العمل مفيش تخصص أفضل من التاني لأن سوق العمل طالب كل التخصصات النهاردة احنا بنتكلم على واحد من التخصصات المطلوبة جداً للفتيات وهو تخصص التجميل تخصص تجميل من التخصصات اللي مش مفتوحة للبنين والبنات في التعليم الفني هي موجودة للفتيات بس وهذا التخصص تخصص من التخصصات لو قلنا انها مهنة من المهن القديمة جداً من قدم الأزل هنلاقيها في التاريخ هنلاقيها في العقائد هنلاقي المهنة دي موجودة زي ماشطة فرعون دي إحدى المهن زوجة أحد الأنبياء سيدنا أيوب كانت بتمارس مهنة التجميل فهي مهنة من المهن فعلاً المطلوبة جداً واللي عايز أقوله أن هذه المهنة من المهن اللي فيه عدد كبير جداً من البنات والسيدات بيقبلوا عليها حتى خارج نطاق التربية والتعليم يعني بيروحوا وياخدوا دورات تدريبية في التجميل والمكير والميكوب وكده في هذه المهنة وبيدفعوا مبالغ كبيرة جداً 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 عشان يحصلوا على دورة تدريبية في المهنة دي لكن إحنا الجهة الوحيدة في مصر في الوقت الحالي اللي بتدي مؤهل في هذه المهنة هي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال التعليم الصناعي التخصصات الزخرفية اللي يعتبر تخصص التجميل أحد المهن اللي موجودة فيه من أكتر من ستين سنة لو إحنا بصينا على المينوتور بتاعنا هنلاقي إن شعبة التجميل زي ما إحنا شايفين كده بتهتم بحاجات كتيرة جداً بتهتم زي ما الصورة موضحة بالعناية بالبشرة كلها بتهتم أيضاً بالعناية بالشعر بعمل الظلال الخاصة بالعين بحتى الإكسسوار وأيضاً يعني فني العلاج الطبيعي برضو المهنة بتاعتنا بتدي جزء كبير من التخصص بتاعها للعلاج الطبيعي لو بصينا على تخصص التجميل هنقول إنه هو من التخصصات اللي عمرها أكتر من ستين سنة بالتعليم الفني وتخصص مطلوب نظراً لاحتياج سوء العمل للمهنة دي في مجالات العمل سواء كانت في السياحة أو في الإعلام أو في السينما أو المسرح أو حتى الاحتياج العادي للمهنة دي في الكوافرات والكلام دي طيب عليه إقبال شديد من الطالبات بصورة كبيرة جداً وخاصة في مدن الأقاليم طب ليه مدن الأقاليم بيبقى عليه إقبال من الطالبات أولاً طبيعة الأقاليم في مصر لها طبيعة خاصة الناس في الأقاليم أكثر تحفظاً من الناس اللي موجودين في المدن بيبقى عايز لما يعني يودي بنته أو يودي زوجته أو أخته ليه الكوافير يفضل إن الكوافير هو بيفضل إن الكوافير يكون فيه سيدات سواء كان الكوافير فيه سيدات هي اللي هتقوم بالخدمة أو الكوافير كله سيدات فهنا بنلاقي إن المهنة دي من المهن اللي بتدر دخل حلوة جداً جداً على الممتهنينها من خريجات التعليم الفني في الأقاليم وبيبقى يعني مستوى الدخل بتاعهم أعلى من مهن كتيرة جداً خاصة في اللي هي بتفتح كوافير ريادة أعمال ليها أو ما بتفتحش كوافير بتبقى يعني موزع كروت للسيدات في محيط العائلة وفي محيط الجيران وفي محيط المنطقة اللي هي شغلة فيها ومعاها شنطة للعدة بتاعتها بتتحرك بيها وبتروح بالتليفون في البيت لأن فيه سيدات بيحبوا إن هو يتعمل لهم الميكوب ويتعمل لهم شعرهم داخل البيت وخاصة زي ما قلنا في الأقاليم كمان لو إحنا بصينا هنلاقي إن هم برضو بيشكل برضو مصدر رزق كبير جداً لأن أغلب اللي بيتخرجوا من التخصص ده بيبقوا بالفعل بيشتغل 80% منهم في المجال بعد تخرجهم يعني مش مثلاً بيتخرجوا وعدد منهم يروح يشتغل في مهنة تانية مختلفة لا غالبية الخريجات من تخصص التجميل بيشتغلوا فيه المجال بتاعهم بعد التخرج التخصص بيتوفر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل داخل ورش المدارس نفسها وده بيوفر للطالبات تدريب فعلي في مكان العمل وبرضو بيتوفر هيئة تدريس مدربة بتقوم بالعمل ده في مدارس البنات وبيبقى مؤهلين تأهيل تام ومدربين تدريب تام على أنهم يقوموا بالتشغيل في التخصص ده وبعضهم بيبقى خريج فنون جميلة أو تربية شعبة زخوفية والعملي أو معلمي العملي بيبقوا خرجين دبلوم الدراسات التكملية في ذات التخصص في ذات التخصص أغلب المدرسين بيتعمل لهم تدريب تحويلي عشان يشتغلوا في تخصص التجميل وغالبا بيتجه ليه المعلمين اللي هما بيكونوا مدربين وبيحبوا أن هما يمرسوا عملية تجميل وساعات بيكون في بعضهم اشتغل في المجال ده فبالتالي بيوصلوا للطلبة مفهوم عالي جدا عن تخصص التجميل برضو تخصص التجميل مش مطلوب في مصر بس تخصص التجميل مطلوب في أغلب دول العالم ودول الخليج وبيطلبوا خريجات هذا التخصص للعمل في مراكز التجميل والكوافرات في مصر وخارج مصر يعني سواء كان ده في داخل المحافظة بتاعتهم أو بيطلعوا خارج مصر في بعض دول الخليج وبيشتغلوا في هذه المهنة بره كمان مهنة التجميل من المهن اللي بيتم عمل مسابقات دولية كبيرة لها يعني عدد كبير جدا من العاملين في المجال ده بيلفوا دول العالم عن طريق أن هما بيشاركوا في بعض المسابقات الدولية والمسابقات الدولية أحيانا بيكون موفرة التكلفة بتاعة الصفر والإقامة للمتسابق اللي هو مشارك في المسابقة دي وأنا كنت رحت في دولة الإمارات في مسابقة المهارات الدولية أو العالمية أو منديال المهارات اللي كان معمول في 2017 وكانت المهنة دي مشاركة فيها تقريبا كل دول العالم اللي شاركت في مسابقة أو منديال المهارات في 2017 وكان من المهن اللي كان مركز عليها الإعلام قوي في مسابقة المهارات ويعني للأسف لم يتوفر معاين أنا أجيب لكم فيديوهات أو صور لها للمسابقة دي ولكن كانت من المهن اللي حققت مراكز أولى في مسابقة أو منديال المهارات العالمي كمان لو بصينا لازم نعرف أن هذا التخصص زي ما احنا ذكرنا إلى الوقت الحالي هو معمول للبنات فقط هو تخصص تجميل موجود للفتيات فقط ومش موجود للرجال في بعض المحاولات بتتم من غرفة الصناعة في الخاصة بالتجميل أن هم يفتحوا نفس التخصص للبنين وهذه المحاولات يعني إن شاء الله هتؤتي سمارها ويتم فتح التخصص للبنين لأن تخصص البنات موجود من 60 سنة وبالفعل أعتقد أن البنين محتاجين لهذا التخصص طيب التخصص ده موجود فين؟ موجود في أنهي محافظات هل موجود في كل محافظات الجمهورية؟ ولا في بعض المحافظات فقط؟ إلى الآن هو موجود في بعض المحافظات بالجمهورية مش موجود في كافة المحافظات تعالوا نتعرف كده على المحافظات اللي موجود فيها تخصص التجميل للفتيات أو للبنات هو موجود في محافظات القاهرة وصهاج وبر سعيد ومحافظة الإسماعيلية والمنوفية والإسكندرية والغربية وأسوان دي المحافظات اللي موجود فيها مدارس موجود فيها تخصص التجميل مش في كل مدارس الجمهورية طيب في القاهرة هو موجود فين؟ في القاهرة موجود في مدرسة طلعة حرب الصناعية بنات مدرسة طلعة حرب الصناعية بنات دي مدرسة متفرعة كده من شارع طلعة حرب يعني أول قبل ما تخش على شارع أصر النيل بتلاقي في ممر على الشمال موجودة في مدرسة طلعة حرب الصناعية الصناعية بنات موجود برضو في مدرسة القاهرة السنوية الصناعية بالمنيان وموجود في مدرسة المعادي السنوية الصناعية بنات بالقاهرة يبقى ده أماكن تواجد المدارس اللي فيها تخصص التجميل بمحافظة القاهرة طيب هللاقي أيضا أنه موجود في محافظة الإسكندري وهو موجود في محافظة الإسكندرية في مدرستين موجود بمدرسة أمبروزو السنوية الصناعية بنات وموجود بمدرسة رشدي الصناعية بنات يبقى مدرسة أمبروزو ومدرسة رشدي في الإسكندرية موجود فيها تخصص تجميل الفتاة سهاج موجود أيضا بمدرستين بمحافظة سهاج موجود بمدرسة صهاج السانوية الصناعية بنات ومدرسة حلمي عبدالآخر الصناعية بنات في الإسماعيلية موجود في مدرسة واحدة هي مدرسة الإسماعيلية الصناعية الكهربية بنات وفي محافظة المنوفية موجود أيضا في مدرسة واحدة هي مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات في محافظة برسعيد موجود بمدرسة الظهراء السانوية الصناعية بنات وفي محافظة الغربية موجود بمدرسة الجلاء السانوية الصناعية بنات وفي محافظة أسوان موجود أيضا بمدرسة واحدة هي مدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الفنية بنات طيب هنا نقدر ان احنا نعرف ايه الاماكن اللي موجود فيها تخصص التجميل عشان لما نعوذ نتوجه للتقديم لبناتنا في هذا التخصص نبقى عارفين هنروح فين في انهي مكان في المحافظة بتاعتنا يعني مش هروح مثلا ابقى موجود في المحافظة تانية واروح اقدم لبنتي في المحافظة دي طبعا ده هيكون صعب ولكن غير مستحيل طيب ايه كمان خاص بتخصص التجميل تخصص تجميل من التخصصات اللي فيه جزء كبير جدا بيتكلم على العلاج الطبيعي وده هنتكلم عليه في حلقة من الحلقات العلاج الطبيعي في تخصص التجميل بيتناول العلاج الطبيعي للبشرة والوجه والشعر بتناول العلاج الطبيعي أيضاً لجميع أجزاء الجسم العلاج الطبيعي للبشرة الخارجية للجسم كله وأيضاً علاج تشوهات العمود الفقري وعلاج التي هي التمرين الخاصة الرياضية بالرشاقة والمرونة وطبعاً الخريجة هنا بتشتغل في إيه؟ بتشتغل في المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي كفني علاج طبيعي تحت إيد الدكتور بتاع العلاج الطبيعي طبعاً ده بعد ما الدكتور العلاج الطبيعي يعني بيعتمد التدريب بتاعها وبيبص يشوفها هي قدرة إنها تساعده في ده أو لا أو بيقوم بيستكمل باقي التدريب بتاعه أو في المراكز الخاصة بالتجميل والجمات اللي بيبقى فيها خدمات خاصة بالسيدات نرجع نبص ونكمل احتياج سوق العمل لهذا التخصص بيهدف التخصص لسد احتياجات سوق العمل من الفنيين المهرة في مجال فني متخصص وهو مجال التجميل وتصفيف الشعر وصبغة الشعر والمكير والبادي كير وتنسيق ملابس الشخصيات في المسرح والسينما والدراما وتعمل الخرجات في مراكز التجميل وفنيات في مراكز العلاج الطبيعي والمساج أو التدليج الهدف من تخصص التجميل ايه؟ ترجع الاهمية الكبيرة والاحتياج لهذا النوع من الفنيين الدارسين لأصول مهنة التجميل نظرا لان المهنة نفسها خطر من ناحية ايه خطر؟ خطر لو كان العامل فيها مش ملم بعوامل الامنة والصحة والسلامة ليه اللي هو شغال تحت ايده اللي هو الزبون أو العميل ليه بقى؟ خريج أو خريجة مهنة التجميل درسة ايه هي؟ المواد الطبيعية أو المواد الأقل خطورة التي يجب استخدامها عند التطبيق على العميلة أو على العميل فهنا بتعرف تختار الميكاب كويس ان الميكاب ده يكون يعني يخضع لمراقبة الجودة الخاصة بالانتاج وصالح للاستخدام ملوش اي اثار جانبية فبالتالي بيبقى عليهم عبء كبير قوي في اختيار هذه المواد عشان المهنة دي امانة ولابد ان هم يستخدموا مواد مطابقة للمواصفات المواد دي ما تأثرش على العميل كمان النظافة الشخصية مهمة جدا اللي بيشتغل في المهنة دي أو اللي بتشتغل في المهنة دي مهمة قوي عندها انها تكون يعني ملمة بالنظافة الشخصية وازاي تتعامل مع العميل وايه هي اللي تستخدم اللي هي الحاجات الخاصة بالامنة والصحة والسلامة الجوانتيات تستخدم المسكات تستخدم حاجات كتيرة جدا عشان تحافظ على العميل اثناء تأدية خدمة الميكوب او المانيكير او الباديكير او الشغل اللي هو تصفيف الشعر وفي نفس الوقت تحافظ على نفسها او من الاختراب يعني ده مهم جدا جدا فالبنات خرجين هذا التخصص درسين ده كويس قوي فبالتالي بيبقوا عارفين يسيطروا كويس على المكان اللي هم شغلين فيه من حيث عوامل الامن والصحة والسلامة المهنية كمان نشوف ايه بقى اهم المواد الفنية اللي بيتم تدرسها بالتخصص ده المواد الفنية اللي بيتم تدرسها في التخصص ده هي مادة الامن الصناعي والسلامة المهنية ودي اللي احنا لسه متكلمين عنها في الجزء اللي فات ومادة الرسم الفني للتجميل والرسم التاريخي للتجميل وتكنولوجيا التجميل وتطبيقاتها والعلاج الطبيعي ايه اللي موجود في الامن والصحة والسلامة المهنية وايه اللي موجود في الرسم الفني للتجميل الرسم الفني للتجميل ده بيتكلم عن ايه بيتكلم عن ازاي يعلم الطالبات اشكال تصفيف الشعر شكل تصفيف الشعر بيكون ايه بيعلمهم كمان اللي هي شكل الوجه الملامح شكل الحاجب بيكون ازاي ازاي ممكن يشكلوا الحاجب لو بيعملوه بالرسم يعني شكل الشفاء وازاي انه هم يكبروا او يصغروا فيها بالميكاب ده كله لما الطلبة بيدرسوه من خلال مادة الرسم الفني ليهم ده بيكون له تأثير ايجابي جدا على تطبيقهم للعمل ده فاحنا مثلا لو حبينا ان احنا نشوف كده اه يعني ازاي اه يعني رسمة سريعة لرسم الوجه بالنسبة للسيدات وازاي ممكن الطلبة دول بيتعلموا رسم البرتريه لانه مدخل مدخل للايه التخصص بتاعهم والتطبيق الميكاب الميكاب على وجه السيدات فلو بصينا هنا مثلا بنسبة الرسم البرتريه هنعمل احنا شغالين بالجاف كده بس هنعمل شغل كروكي ولكن ارجو ان احنا نستوعبه هنلاقي ان احنا لو بنرسم ويش مثلا الويش ده لابد ان يكون بيضاوي فبنعمل دايرتين تمام تمام فبنعمل دايرتين الدايرتين بتوعنا دول هنعمل دايرة كبيرة كده وهنعمل دايرة صغيرة طبعا ده بيتم بالقلم رصاص بس القلم رصاص لو كنت استخدمته ما كانش ظهر بوصل دي كده وبوصل الخطوط دي ببعضها وابتدي احدد خط النص بتاعي فين وهحدد منطقة العين بتاعتي هتكون فين وابتدي ان انا ارسم الحاجة بتاعي مثلا يعني الحاجة وهو بيقى في المنطقة دي دي من الحاجات اللي بناتنا بيتعلموها في هذا التخصص ان هم يبتدوا يرسموا البورتري عشان يبتدوا يمرسوا عليه التجميل فلو بصينا شكل العين شكل العين اهو بيعمل زي شكل ورقة الشجر دايما في العين كده لما بيجرسمها بسيب اضاءة كده بيبقى طبعا الجفن طبعا لازم يبقى موجود بالظلال بتاعته الانف بيبدأ من المكان ده وابتدي ان انا تنتهي اغنابة الانف عند الجزء ده كده والفم بيكون في منتصف المكان ده ببتدي ان انا ارسم الشفاء بتاعتي يعني انا بحاول ايه ارسم نص ويش بس الودن دايما بتكون تبدأ مع اطراف الانف وتنتهي مع اطراف العين ومن الاشكال بتاعتنا انه يبتدي يعملوا برضو بيبقى حلو جدا ان هم يتعلموا تصفيف الرسم البرتريكا مدخل لعلم التجميل نرجع نرجع تاني نبص على المينوتور بتاعنا هنلاقي ان فيه جزء خاص بالرسم التاريخي اللي هو ازياء وشعر الرسم التاريخي ده بقى بيخص حاجة مهمة اوي هو ده الجزء اللي بيخص التجميل الخاص بالمسرح والسينما والدراما يعني البنت بتاعتنا لو شغالة كمكير في مسرح او في بيلاتو دراما او بيلاتو سينما لابد انها تكون فهمة كويس اوي الازياء التاريخي يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تشتغلها البنت تخريج التخصص ده بجانب انها تشتغل في المكير وفي الميكوب بتاع اللي هو المسرح والسينما والكلام ده ممكن تشتغل لابيسا لانها بتبقى درسة برضو في التخصص بتاعنا ده درسة الازياء التاريخية افوا درسة الازياء التاريخية العصول المختلفة يعني عارفة في الفن البداي شكل زي بتاع المرأة في الفن البداي شكله ايه عارفة في طبعا المرأة او رجل عارفة في الفن المصري قديم الزي المصري القديم في عصور العصور المصرية الفنية قديمة المختلفة بتكون عبارة عن ايه بتبقى عارفة الازياء الرومانية والازياء الاغريقية شكلها ايه كمان ده بيساعد انها ممكن مع الناس اللي بيقوموا بجلب الملابس من المخازن بتاعة المصرح والمخازن بتاعة البلوتوهات السينما انها تشتغل معاهم وتروح تجيب الملابس وفقا للعصر اللي بيتم التصوير فيه لهذا المسلسل او الفيلم او المصرحية ودي من ضمن الحاجات اللي هما بيدرسوها لو حبينا ان احنا نشوف كمان بيدرسوا ايه الطلبة بتوعنا في تخصص التجميل هنلاقي ان هما في الصف الاول بياخدوا فكرة عن مراكز التجميل مراكز التجميل دي بتكون عبارة عن ايه مكونات مركز التجميل ايه ايه اللي لازم يكون موجود فيه يعني موجود فيه المراية الاضاءات الاجهزة والمعدات المستخدمة في المركز ده لابد بيكون موجود فيه اجهزة خاصة بيه اللي هو مجففات للشعر بيبقى موجود فيه احواض بيبقى موجود فيه اللي هي الخمات المختلفة المطلوبة في مراكز التجميل كمان بيبقى فيه فكرة عن اختيار المكان المناسب هاختار المكان فين وهجهزه ازاي بالعدد اللازمة للمكان ده والتجهيزات الخاصة بالمركز وكمان ايه الالوان اللي ممكن تكون تشد الرواض للمركز ده وما تقفلهمش يعني ما تخليش الناس تبقى متضايقة وهي جاية لمركز التجميل طيب بيدرسوا كمان طرق التعقيم المختلفة هو بيستخدم ادوات وبيستخدم معدات زي المقص او هي يعني بيستخدم المقص بيستخدم امشاط بيستخدم عيدة تانية بيستخدم ممكن شفرات امواس كل الادوات اللي هو بيستخدمها الادوات الشخصية دي لابد ان هو يتعلم ازاي يعقمها كيفية تعقيمها لانها احيانا غالبا مش احيانا بتستخدم لا اكثر من عميلة بتستخدم لا اكثر من زبونة فبالتالي لابد قبل استخدامها ان يتم تعقيمها كويس فعشان يتم تعقيمها كويس لابد ان هم يدرسوا اجراءات التعقيم الصحيحة للادوات والمعدات اللي هم بيستخدموها عشان ده يمنع انتقال العدوى لو في يعني يعني عميل او زبون مريض لعميل اخر لان احنا زي ما قلنا ان المهنة دي تعتمد اعتماد كبير جدا على الامانة الشخصية كمان بيدرسوا انواع الشعر انواع الشعر بقى الشعر الجاف والشعر الدهني وانواع الشعر عموما وبيدرسوا طرق العناية وطرق تنشيط الدورة الدموية اللي هو فروة الشعر وايه هي الطرق الصحيحة والسليمة لغسيل الشعر لان غسيل الشعر ده يعني ليه ادوات خاصة وليه شامبهات خاصة عشان نقدر نحافظ على الشعر ونسبة اللي هي الزيوت الطبيعية اللي موجودة داخل الشعر اللي بيتم غسله بطريقة معينة برضو بيتعرفوا على مشاكل الشعر المختلفة حسب الشعر الجاف والشعر الدهني برضو من الحاجات اللي هم بيتعلموها تيفية اختيار الشامبه المناسب لنوع الشعر كل نوع شعر سواء كان جاف أو دهني ليه شامبه مناسب ليه هم بيتعرفوا على ده وازاي يختاروا الشامبه ده الشامبه الشامبه بيتعرفوا برضو على انواع الكريمات والزيوت اللي بتستخدم لترطيب الشعر وزي ما قلنا انه كل نوع شعر سواء جاف أو دهني أو مقصف أو أو إلى آخره كل شعر من دول محتاج للزيوت وكريمات وفقا للخامة بتاعته برضو بيتعرف على مغزيات الشعر وبيتعرف على طرق العناية أو بتتعرف على طرق العناية والاهتمام طبعا بتغذية الشعر بكريمات وازاي بيستخدموا السشوار وعند انهي درجة حرارة بيتدوا يستخدموه وكل نوع شعر معين فيه شعر بيكون خفيف ما استخدملوش درجة حرارة كبيرة في السشوار شعر بيكون تقيل ممكن بزود درجة الحرارة وفقا لماذا تقلق الشعر ده ومن الحاجات اللي هم ايضا بيتعلموها وبيستخدموها اللي هو البشرة هم بيتعرفوا على انواع البشرة المختلفة كل بشرة من الانواع او من الناس او من البشر يعني ليهم بشرة مختلفة فيه ناس بشرتها جفة فيه ناس بشرتها دهنية فيه ناس بشرتها بتبقى يعني بتتعرض للمؤثرات الجوية بسرعة جدا فبالتالي اللي بيجرى لها انها ممكن مع اشاعة الشمس يحصل تأثير قوي على البشرة ممكن مع الاتريبة تبتدي تربي بصور وتبتدي تربي حبوب زي حب الشباب كده كل بشرة من دول لها طريقة عناية مختلفة عن طريقة العناية بالبشرة التانية كل يعني بشرة من دول تحتاج الى زيت خاص للعناية تحتاج الى مطهر خاص للعناية بيها تحتاج الى كريم خاص للعناية بيها ايضا بتحتاج احيانا لاسلوب خاص حتى لازالة الشعر من البشرة دي بتحتاج لاسلوب خاص من زبط الملامح ب يعني الاسليب الفنية الخاصة بده عند التجميل اسلوب خاص لوضع الميكب يعني مثلا لو البشرة دي في الميكب دي يعني الشفاة مثلا رفيعة شوية ففنية التجميل لما بتيجي تقوم بعملية او كوفيرة او المكيرة لما تيجي تقوم بعملية التجميل احيانا بتزود شوية عن مقاس الشفاة مثلا عشان تقدر انها تغطي على العيوب اللي موجودة في الوجه او في ملامح الوجه طيب يعني لو قلنا مثلا وحبينا ان احنا نشوف ده كده يعني من خلال الرسم لان الرسم هو اللي ساعدهم ان يتعرفوا على العيوب الخاصة بالبشرة بالوجه هنلاقي مثلا اللي احنا لو عندنا وجه مثلا هو وجه بيضاوي كده بنيجي مثلا فيه طريقة تانية طبعا للرسم ان احنا بننصف كده وبنحدد الاماكن الخاصة به الفم والاماكن الخاصة به العين هنيجي هنا مثلا اهو يعني حاجة سريعة كده مثلا احنا لما يجوا يعملوا مثلا تجميل هتلاقي المكيرة بتزود شوية في أحمر الشفاة تحت كظل للشفايف كنوع من أن هم يتغلبوا على عيوب اللي هي مش عيوب طبعا ربنا طبعا الخلط الشريفة يعني الناس بتبقى عايزة تعمل شكل معين للميكوب بتاعها ده بيتم أحيانا برضو الجزء الخاص بالجفن الجفن كل ما زاد الظلال بتاعته كل ما إدى شكل معين للعين وإدى جاذبية أكتر للعين فأحيانا بيتعلموا إزاي يعملوا زلال للعين من خلال مادة الرسم الفني اللي هم بيدرسوها طيب عايزة أقول حاجة بالنسبة للتخصص ده هل التخصص ده يعني من التخصصات اللي هي بالفعل يعني كل المدن في مصر محتاجاها ولذلك يلزم التوسع في هذه التخصصات هذا التخصص تحتاجه كافة المحافظات والتعليم الفني فعلا بصدد أنه هو يتوسع في هذا التخصص ليه البنات في كافة محافظات الجمهورية لأن فيه مطالبات من المحافظات بكده ولكن اللي بيأخر نشر التخصص فيه الكثير من المحافظات اللي هو عدم وجود هيئة تدريس في بعض المحافظات لهنا التعليم الفني لما بيشوف في بعض أنواع في بعض التخصصات اللي موجودة فيه اللي يعني يمكن أن يتم عمل تدريب تحويلي للمعلمين فيها إذا كان المعلمين فيها تخصصاتهم قريبة من التخصصات الزخرفية هنا بيحصل أن إذا تم تدريب تحويلي وتوفرة هيئة التدريس نقدر أن احنا نفتح التخصص ده مرة تانية أو بنفتحه فيه يعني مثلا كان قفل في محافظة المينيا وفيه ناس بتطالب في محافظة المينيا بفتح التخصص ففعلا بنفكر أن احنا نفتحه هناك تاني بأمر الله تعالى بس لما يتم توافر هيئات التدريس طيب هل تخصص التجميل من التخصصات اللي ممكن من خلالها أن الطالبة الخريجة بتاعتها أنها تقوم بعمل مشروع خاص بيها بالفعل هو من أهم التخصصات اللي ممكن الطالبة في التعليم الفني تقوم بعمل مشروع شخصي لها ممكن مجموعة طالبات يقوموا مع بعض بتأجير مكان وممكن أن هم بيتوجهوا لي اللي هو الوزارة وزارة الشباب وممكن يتوجهوا لي المحافظة الخاصة بيهم وممكن يطلبوا قروض عشان يبتدوا أن هم يجهزوا المكان ده غالبا عشان يقدروا يعملوا مشروع خاص بيهم أحيانا كمان لو فيه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة اللي هم فيها التخصص ده أو فيها الخريجات بتعتخصص ده بيسعب يوفر لهم مكان من خلال هذا الجهاز وبيوفر لهم برضو مبلغ في البداية أعتقد وفقا لآخر يعني اطلاعي مع محافظة الجيزة مثلا أنه هم بيدوا للخريج 30 ألف جنيه كدفعة أولى أو كقرد أولي وهذا القرد يبقى قرد حسن ما بيبقاش عليه أي فوائد بتبقى تقريبا يعني 7% على إجمالي المبلغ كقرد ما تعتبرش فوائد أو أرباح تعتبر مصرفات إدارية بيقدروا هنا لو بنت واحدة أي مبدأ بتاخد مكان صغير وبتحاول تجهزه في حدود المبلغ ده لو مجموعة بنات مع بعض الخريجات وعايزين يعملوا مشروع مع بعض متكامل ويعملوا مركز كبير بيقدروا أنه هم ياخدوا مكان أكبر ويقدروا من خلال المكان الأكبر ده أنه هم يعملوا مركز تجميل يعني على مستوى عالي مش كوافير صغير يبدو يجيبوا فيه أجهزة أحدث ممكن كمان يجيبوا فيه بعض الأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي ممكن أحيانا بيفتحوا مراكز كبيرة أو بيفتحوا جيمانيزيوم للسيدات الجيمانيزيوم للسيدات ده بيبقى مركز متكامل جدا فيه جزء للعلاج الطبيعي والتدريب وجزء تاني بيبقى للتجميل بس هنا لما بيكون فيه جيم بيشترك معاهم إما طبيب علاج طبيعي أو طبيب علاج طبيعي أو بيشترك معاهم حد من خريجين أو خريجات كلية التربية الرياضية عشان يقدر أنه هو يعني يشرف كويس على الجزء الخاص بالتمرين الرياضية أو يقدر يشرف كويس على الجزء الخاص بالعلاج الطبيعي لأن أنا قلت أنه هم شغلهم كعلاج طبيعي يعني بيبقى جزء مساعد للطبيب بتاع العلاج الطبيعي أو الإخصائي العلاج الطبيعي التخصص بتاعنا تخصص فعلا مطلوب تخصص يعني عدد كبير جدا من أبنائنا في الصعيد لما بيفتح التخصص ده زي ما حصل في أسوان بيبتدي يحصل عليه إقبال كبير جدا وتلاقي بيحصل تهافت من البنات والأسر لأن حتى بعضهم بيقول أنه هم لو ما اشتغلوش به هيقدروا يقوموا بالخدمة دي يعني بناتهم أو بنات العائلة أو في محيط الجيران حتى يعني يعني ما يطلعوش برا ويضطروا أنه هم يروحوا لمركز من مراكز التجميل هناك في الصعيد قلنا أنه هم متحفزين مركز من مراكز التجميل اللي فيها يعني رجال بيقوموا بالمهمة دي وده مش معنى كده إن المهنة دي لو قام بها رجال فهو يعني غلط لا هو لكن الناس دي بتفضل إن اللي يقوم بهذه المهنة هم السيدات كمان عايزين نعرف إن هم بيدرسوا بجانب ده في الجزء الخاص بالمسرح والسينما بيدرسوا اللي هو الميكب أو المكياج الخاص بالشخصيات التاريخية يعني لو بيعملوا شخصية تاريخية الشخصيات التاريخية دي أحيانا بيكون لها شكل معين تصفيفة شعر معينة شكل ميكب لو سيدات بيكون ليه شكل ميكب معين فبيدرسوا كويس قوي كافة التصراحات التاريخية الخاصة بهذه المهنة وبيدرسوا كمان اللي هي المكياج الخاص بالشخصيات الخيالية يعني زي مثلا ما بيعملوا شخصية سحرة طب هيبقى منظرها شكله إزاي وده أنا هكون شكلها إزاي الأنف بيكون كبير شوية فبيطروا إن هم بيستخدموا الربر وبيشكلوا الربر ده على هيئة أنف ويبتدوا إن هم يلزقوا على المناخير بنفس اللون ويبتدوا يعملوا مكياج بعد كده بعد ما يلزقوا الشكل ده أو يكبروا الودان أو يكبروا الشفايف أو يحطوا مثلا سنان برزة عشان تدي شكل معين يعني مرعب بيدرسوا كل ده من خلال هذا التخصص في شغل المسرح والسينما والدراما بجانب ده بيدرسوا الكافة الألوان الخاصة بالبشر اللي هي ألوان البشر البشرة السمراء والبشرة الفاتحة والبشرة الأمحية والبشرة البيضاء بيدرسوا ده عشان لكل بشرة من دول نوع من أنواع المكب أو المكياج اللي بيتناسب معاها بجانب ده زي ما قلنا وزي ما ذكرنا بيدرسوا كافة أنواع الملابس التاريخي كافة أنواع الملابس التاريخية الخاصة بالعصر أو بالشخصية اللي هما بيقوموا بعمل المكياج ليها وهنا بنلاقي أن الاستوديوهات اللي بتاخد الخريجات بتوعنا بتوع هذا التخصص بيبقوا مستريحين جدا المخرجين ومهندسين حتى مهندسين الديكور لأنهم أحيانا مهندس الديكور ممكن بيتفق مع المخرج على شكل الشخصية إيه الملابس اللي هيلبسها إيه فهنا لما بيكون موجود معهم فني دارس وفاهم كويس أو فنية درسة وفاهمة كويس أوي هي بتعمل إيه ده بيريحهم لأنهم بمجرد ما يطلبوا منه نوع المكياج أريدين نوع مكياج مثلا تاريخي خاص بالحقبة الإغريقية أو الحقبة الرومانية القديمة أو بحقبة بلاد ما بين النهرين فالدارس أو الدارسة ده هيبقى فاهم كويس هو بيعمل إيه هيبقى فاهم كويس هو بيختار ملابس شكلها إيه حتى ألوانات الملابس اللي بيختارها بتكون برضو ألوان محددة هنبص معنا على المينتور نشوف إنهم برضو بيرعوا الطرق الفنية لعمل المساج الخاص بالوجه فيه الوجه كل وجه وفيه زي ما احنا شايفين كده تعبيران في الصورة دي بيتعمل له مساج معين عشان ينشط الدورة الدموية الخاصة بالبشرة وبرضو بيتعلموا إزاي يعملوا الأقنعة الخاصة بالبشرة سواء كانت الأقنعة دي أقنعة لتغذية البشرة بمواصفات خاصة سواء كان بيعملوها مثلا بالخضروات أو بيعملوها بالمواد البروتينية أو بيعملوها بالزبادي أو بيعملوا خلطة لكل دمع بعضه وبيبتدوا أنه هم يعملوا ماسك للوجه بهذه الأقنعة وبيبتدوا أنه هم يدرسوا كل بشرة أي نوع القناع الخاص بيها كمان بيدرسوا كل المواصفات الخاصة بكريمات الأساس وأنواعها وفقا للون البشرة دي من الحاجات اللي بيدرسوها برضو الصبغات وإيه هو الصبغات وإيه هو التعريف الخاص بالصبغات وإيه مدى الأهمية للصبغة وأنواعها وإيه هي الطرق السليمة لصبغة الشعر وعشان نشوف الطرق السليمة لصبغة الشعر غالبا بيتم صبغة الشعر بالأسلوب اللي احنا شايفينه دا دا لأن الشعر بيتم صبغه خصلة خصلة وده بيكون أفضل وبيسبت اللون أكتر فعند صبغة الشعر بيتطر أنه هو يحط عازل ما بين الشعر اللي فوق الشعر اللي تحت عشان يطلع اللون الشعر اللي هو العميل أو العميلة طلبه فيه برضو بيتعرفوا على الطرق السليمة لصبغة الشعر إيه وإزاي يفتحوا شعر وشعر اللي هي ما تسمى بالميش أو المشت ودي كانت يعني إيه يعني فترة من فتراته يمكن إلى الآن بعض اللي هو الكلاسيكيين بيحبوا يعملوا اللي هو يعني سنهم شوية عدة التلاتين سنة بيحبوا يعملوا الميش ده فلازم إلى الآن بيتم تدريسه في المنهج بتاعنا لأنه ما زال عليه إقبال من بعض الناس هنا يعني الحلقة بتاعتنا انتهت وأنا برجو إن نكون استفدنا وتعرفنا كويس على تخصص التجميل ويعني احنا فيه عندنا جزء تاني للتجميل هنفرد له حلقة أخرى بإذن الله فأرجو إن يعني نهتم بمتابعة الحلقة ونشوف كويس مفردات الحلقة دي إيه عشان إذا كنا هن يعني هنقدم لبناتنا ونكتب في الرغبات الخاصة بالقبول بمدارس الفنية للبنات الصناعية إن أنا عايز أقدم أو عايز أقدم لبنتي في تخصص التجميل يعني أعتقد إن سوء العمل متسع جدا للنوع ده من التخصص وبناء عليه يعني أنا بشجع بناتنا إن هم يقبلوا على هذا التخصص وهو تخصص من ضمن التخصصات الزخرفية اللي موجودة في التعليم الصناعي بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله هنكمل لهذا التخصص ونفرد له حلقة تانية وإن شاء الله تعالى أرجو إن إحنا يعني ننتظر الحلقة التانية ونشوفها لأنها بتكمل جزء كبير من اللي تم شرحه في هذا التخصص في هذه الحلقة بإذن الله وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم وأرجو إن إحنا نكون استفدنا من اللي دار في الحلقة ومن التعريف بتخصص التجميل في هذه الحلقة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر